السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء من رياض ومدار الجانات الزرقاء الصف العاشر الأساسي يسرنا أن أقدم في هذا العرض لحصة الحاسوب لمادة تعالنا قواعد البيانات طبعا احنا أخذنا قبل هيك المقدمة لقواعد البيانات عرفنا شو يعني قاعدة البيانات من ايش بنبتكون ايش هي استخداماتها اليوم ان شاء الله رح نبلش بالجزء العمل انه نتعامل مع هذا البرنامج وننشئ قاعدة بيانات متكاملة بكافة مكوناتها طبعا بهمنا نعرف انه قاعدة البيانات اللي بتم انشاءها باستخدام برمجية الاكسز 2010 واللي هي برمجية تابعة لمنظومة المايكروسوفت اوفيس 2010 هذا البرنامج طبعا بسمحلنا على ادخال البيانات وتحريرها وتنظيمها لحتى يسهل الوصول للبيانات الموجودة بداخلها ونعرف انه قاعدة البيانات بشكل اساسي مبنية على الجداول على الاقل قاعدة البيانات لازم تحتوي على جدول واحد او اكثر بعد هيك باحنا منقدر انه نعمل علاقة بين هاي الجداول ونربط بياناتهم ونبني عليها مجموعة من الكائنات اللي رح نتعرف عليها بشكل كامل طبعا قبل هيك بهمنا انه نتعرف شو هي محتويات قاعدة البيانات كيف احنا ممكن ننشئ قاعدة بيانات فارغة ونبلش بتكوينها من البداية طبعا لحتى احنا نعرف كيف نشغل البرمجية بهمنا انه من قائمة ستارت طبعا منيجي بنحصل او بنوصل للمجلد المحتوي على برمجيات الوفيس كاملة بنوصل عندها انه هون مايكروسوفت اوفيس باختار منها اللي هي مايكروسوفت اكسز الفين وعشرة ومنلاحظ الايقونة اللي بتميز الاكسز انها بتحتوي على المفتاح لانه هي مبنية على المفتاح الاساسي لكل جدول اللي هو بميز معلومات الجدول عن غيرها طبعا لحتى نبتحها نختار البرمجية رح تبتح معنا بهاي الصورة افتراضيا اول ما نفتح برمجية الاكسز بتكون قائمة فايل او ملف هي المفتوحة افتراضيا اللي هي بتحتوي عندنا هون على مجموعة الاوامر اللي احنا ممكن ننفذها على برمجية الاكسز بتحتوي هون على القوالب اللي ممكن احنا نفتحها باستخدام هاي البرمجية وهي قوالب جاهدة او ممكن ننشئ انه قاعدة بيانات فارغة ومن هاي الجزئية احنا منحدد اسم قاعدة البيانات منحدد مكان تخزينها على جهاز الحاسوب وبعد هيك منعملها انشاء طبعا انا مبدئيا لحتى نتعرف على المكونات الاساسية للشاشة رح افتح قاعدة بيانات موجودة فيعدة طبعا لاحظة هون تظهر لي قواعد البيانات لان اتعامل نتمحها من خلال هاي البرمجية على فرضا عندي قاعدة بيانات اسمها الموظفون الطلبة المكتبات داتا بيز وان رح نفتح قاعدة البيانات الموظفون رح تفتح لي مكوناتها بهاي الاجزاء رح نتعرف على المكونات الرئيسية لبرمجية الاكسز بعد هيك رح نعرف كيف ننشئ قاعدة بيانات فارغة طبعا المكون الاساسي اللي هو عنا بالأعلى شريط العنوان اللي هو بيحتوي عنا على جهة اليمين ازرار التحكم بالنافذة هاي لاغلاق قاعدة البيانات هاي نستخدمها لا الاستعادة او لا التكبير ما اخذ عنا هون بتخليلي اياها لوسط الشاشة نضغط على الاداة نفسها بتصير مربع بتعمليها ماكسيمايز او تكبير على الشاشة كاملة عنا اداة التصغير او المينيمايز بتضغط عليها بتصغر لي البرمجية بتحط ليها على التاسك بار لحتى ارجع اظهرها على الشاشة بضغط على الايقون الخاصة بالبرمجية كليك وبتظهر مياه على الشاشة عندي هون بالوسط بيظهر عندي اسم قاعدة البيانات اللي احنا فاتحينها اسم البرمجية اللي هي مايكروسوفت عنا اكسيز وهون بيعطيني الفيرجين عنا الاكسيز المفتوح على جهة الشمال عندي شريط ادوات الوصول السريع بيحتوي على اكثر ادوات احنا ممكن نستخدمها مثل عنا سيف اندو ريديو ممكن نحط الاوبن لنيو لبرند اي اداء احنا منقدر نستخدمها بشكل سريع منقدر نضيفها على هاد الشريط لتخصيص هاد الشريط منضغط على السهم الجانبي وعنا هون منختار الادوات اللي احنا بدناها لبال مثلا بدي اضيف ادات لنيو بعمل اكليك على نيو فبتنضاف معي بدي اضيف ادات الاوبن فبغدار اوبن وبتنضاف معي الاداة اللي انا بديها وبالعكس اذا بدي ارجع الغي اي اداء من هاي الادوات برجع بضغط عليها مرة تانية بشلة تك الموجود عندها عندي هون قائمة فايل انا حكينا من خلالها من نفذ مجموعة من الاوامر عندي شريط التبويبات شريط التبويبات طبعا بيظهر فيه مجموعة من الادوات اللي احنا منستخدمها على البرامج والكائنات الموجودة داخل البرمجية عندها تبويب هوم وهاي الادوات الموجودة بداخله create اللي هي انشاء منستخدمها طبعا لانشاء الكائنات اللي احنا رح نتعامل معها خلال ال data base ال external data اللي هي احنا اذا بدنا نصدر او نستورد كائنات ال data base tools واللي هي بهمنا relationships منها بناء العلاقات بين الجداول عندي هذا الجزء منسمي جزء التنقل بيظهر الكائنات الموجودة داخل قاعدة البيانات طبعا كل الكائنات مقسمة لهاي الكائنات بهمنا نتعرف ايش هي اهم الكائنات اللي احنا ممكن ننشئها باستخدام قاعدة البيانات عندنا tables او الجداول عندنا quirets او الاستعلامات عندنا forms او الهي النماذج وعندنا reports او التقارير طبعا رح نتعرف عليها كلها لفتح اي من هاي الكائنات double click عليه بيفتح لي بيعرض لي بهاي المنطقة عشان هيك هاي المنطقة بنسميها حيز العمل اللي هي بتظهر لي اي كائن قمنا بفتحه احنا من جزء التنقل بالاصفل عندنا شرية المعلومات بيعطيني طبعا معلومات عن طريقة العرض المفتوحة لالobject بالاضافة هون عن طرق العرض ممكن احنا نستخدمها او بعض الخصائص للبرمجية المفتوحة اذا هاي هي المكونات الاساسية لقاعدة البيانات نيجي هلا بهمنا نتعرف كيف احنا ممكن ننشئ قاعدة بيانات فارغة ونحفظها وبعد هيك نبلش نتعامل معها لحتى انشئ قاعدة بيانات فارغة سواء من قاعدة بيانات فاتحتها انا وعم ببلش اتعامل معها وبدي انشئ قاعدة بيانات فارغة منها باجي لقائمة file تمام وبختار new او اذا انا فتحت التطبيق مباشرة ارجعت من قائمة start وصلت عنا للمايكروسوفت عنا office واخترت عنا للمايكروسوفت access رح يفتح معي بهاي الصورة هلا هون انا بختار blank database او اللي هي قاعدة بيانات فارغة طبعا by default مجرد ما كانت هي مختارة بيظهر هذا الجزء انه انا اعطي اسم لقاعدة البيانات اللي هي file name وعنا هون بيعطيني المسار اللي تم تخزين قاعدة البيانات فيه وهون زر create او انشاء بضغط عليه بعد ما اجهز اسم القاعدة ومكان حفظها على فرضان انه انا بدي اسمي قاعدة البيانات عنا طلاب بسميها طلاب عندي هلا هون لحتى اغير مسار حفظها على فرضان انا بدي احفظها على ال disk top او على ال c او على ال d بضغط على المجلد الموجود عندي هون بروح بحدد مكان قاعدة البيانات هلا بتظهر معي شاشة الحفظ عندي هون بختار المكان اللي انا بدي احفظ على ال data base عفرضا انا بدي احفظه على ال disk top بختار من ها الاطار الجانبي كلمة disk top فبيفتح لي هون محتوياتها الاسم هون اللي انا دخلناه في منطقة الانشاء رح ياخده وباجي بحكيله اوكي صار اسمها طلاب dot a c c d b اللي هو امتداد اي ملف قاعدة البيانات بستخدمه او بنشئه باستخدام ال access مجرد محددة مكان الحفظ عنا تميتها بعمله create مجرد ما عملنا create رح تنشئ معي قاعدة البيانات بهاي الصورة لاحظ اللي هي المكونات الموجودة في اي قاعدة بيانات احنا بدنا اياها طبعا عرفنا كيف ننشئ قاعدة بيانات بعد هيك او بجزء اخر من البرمجية رح نعرف كيف ننشئ جدول كيف نصممه وكيف نحدد خصائصه لكن هلا بهمني عرفنا كيف ننشئ هلا اذا بدي انا افتح قاعدة بيانات اصلا موجودة وانا فاتح البرمجية بنختار من الامر file عنا بختار open في عنا اكتر طبعا من طريقة لتنفيذ اي امر عنا من file بختار open او بضغط على اداة open الموجودة عنا بشريط ادوات الوصول السريع او بضغط على control وحرف ال o من الكيبورد كاختصار control ما حرف ال o اي طريقة طبعا بتسد الغرض لو اجينا احنا من file اخترنا open هلا انا من هون برح بحدد قاعدة البيانات اللي انا بدي افتحها قاعدة البيانات بكون انا عارف وين موجودة على فرضا انه عندي على USB drive عندي مجموعة من قواعد البيانات الموجودة باجي باختارها على فرضا فيدي هون قاعدة البيانات اسمها مكتبات وبحكيله open رح تفتح مي مباشرة طبعا اذا بدي اغلق قاعدة البيانات عندي من file بقدر احكيله طبعا هم تطلع عنا message هاي شريط الرسائل لحتى احنا نحدث المحتوى من file بقدر احكيله عنا لاحظ close database وفي عندي exit شو الفرق بيناتهم اذا اخترت close عنا database معناته البيانات المفتوحة